ببيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان نتفيأ ظلا من عطف ننمو في دوح الإيمان أشبالا نغدو ورجالا بالخير نشيد البنيان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد استكمالا لما بدأناه في التغريدة السابقة في مسألة إطالة الأعمار كنا قد تكلمنا على أن إطالة الأعمار تكون عن طريق الصلاة والحج والعمرة والأذان وقيام للية القدر والجهاد والرباط في سبيل الله تعالى والعمل الصالح في العشر من زهجة وتكرار بعض الصور وقضاء حوائج الناس نبدأ مستعينين بالله عز وجل وننظر كيف أن الصلاة تطيل الأعمار بسم الله الإكثار من الصلاة في الحرمين الشريفين الإكثار من الصلاة في الحرمين الشريفين عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف فيما سواه هنا لابد أن نقف ونتوقف ونعمل يعني أقول خطط خطط حتى نستطيع أن نصلي في المسجد النبوي ونستطيع أن نصلي في المسجد الحرام ونصلي أيضا في المسجد الأقصى أسأل الله عز وجل أن يحرره من أيدي هؤلاء المغتصبين فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة طب نفهم الموضوع هذا إزاي انتبه عندي رجلان الرجل الأول يصلي خارج المسجد النبوي فصلاته كل صلاة بواحدة تمام هيصلي في الشهر في اليوم خمس صلوات في الشهر مئة وخمسين صلاة تمام سيصلي الرجل الآخر في المسجد النبوي مئة وخمسين صلاة ونضربهم في ألف أصبح مئة وخمسين ألف صلاة لو قلنا لهذا الرجل الأول عليك أن تصلي مئة وخمسين ألف صلاة يقول لك أنا أحتاج سنوات طويلة سنوات طويلة حتى يصل إلى مئة وخمسين ألف صلاة نقول له من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا شهرا واحدا فقد حصل على 150 ألف صلاة وبذلك هنا كأن هذا الرجل الذي صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد طال عمره بسبب هذه الصلاة في المسجد النبوي قل ذلك الأجر العظيم عندما تذهب إلى المسجد الحرام المسجد الحرام ب100 ألف صلاة فهذا يصلي هذا الرجل سيصلي صلاة فتحسب له صلاة وهذا الرجل سيصلي صلاة في المسجد الحرام فتحسب له 100 ألف صلاة لو قلنا لهذا الرجل الأول كم تحتاج من الوقت ومن السنين ومن الأعمار حتى تصلي 100 ألف صلاة قل هذا يعني لا يوجد العمر لذلك أيضا يعني أصلا نقول له هذا الذي صلى في المسجد الحرام حسبت له 100 ألف صلاة فكأن هذا عاش أعمارا طويلة لفضل هذه الصلاة والفضل من الله عز وجل أولا وآخرا إذن الإكثار من الصلاة في الحرامين الشريفين ولذلك أرجع وأخذكم إلى التغريدة الأولى من البداية التي تكلمنا فيها عن الإسراف في حفلات الزواج وأمور الزواج وقلنا بأن على الزوجين من الممكن أن يعني لا يكلف الزواج هذه التكاليف الباهظة ويوفر هذا المبلغ ليؤدوا العمر مثلا فيصلون في المسجد النبوي ويصلون في المسجد الحرام ويأخذون من الأجر الكبير إذن النقطة الأولى الإكثار من الصلاة في الحرامين الشريفين هذا كان في أمر الصلاة إليك أيضا في أمر الصلاة المحافظة على صلاة الجماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده في رواية سبعة وعشرين بمعنى يعني الأمر دو تتحسب بالسولة الزعب كيف هذا يصلي سنة وهذا يصلي سنة لكن هذا يصلي سنة في بيته ليس في صلاة الجماعة وهذا يصلي سنة مع الجماعة هذا الرجل تحسب له سنة وهذا الرجل تحسب له سبعة وعشرين وكأن عمره كتزاد سبعة وعشرين فكأنها تطيل الأعمار يعني انتبهنا لهذه النقاط وطبعا هنا بالحسابات الدنيوية لو قلنا لإنسان تأخذ ذرهما أم تأخذ سبعة وعشرين لا قال سبعة وعشرين إذن لماذا نأخذ في الصلاة أجرا واحدا ونستطيع أن نأخذ سبعة وعشرين أجر أو خمسة وعشرين أيضا أداء النفلة في البيوت يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراها الناس يعني النفلة حيث لا يراها الناس تعدل صلاته على أعين الناس يعني في الجماعة خمسة وعشرين إذن علينا أن نكسر من الصلوات النفلة في البيت أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التحلي بأداب يوم الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر يعني ذهب مبكرا ومشى ولم يركب ودنى من الإمام وجور عظيمة جدا ننتبه ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة بكل خطوة خطاها عمل سنة أجر صيامها وقيامها فتخيل هو يمشي كم خطوة يعني مثلا يمشي ألف خطوة فألف كأنها ألف سنة من صيام وقيام فهذه خطوات فقط هذا كله في أمر الصلاة أداء العشاء والفجر في جماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام الليل اختصار للأعمار وزيادة فيها كل ذلك كان في أمر الصلاة وإذا ما جئت إلى أمر الأذان المؤذن له هذا المؤذن له بكل من في المسجد حسنة لكل من أتى إلى المسجد حسنة تخيلوا من يؤذن في المسجد الحرام تخيلوا هذا الأجر كم من الآلاف تصلي في المسجد الحرام كم من الآلاف كل ذلك بإذن تعالى في ميزان هذا المؤذن الذي أزن الحج والعمرة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمرة في رمضان كحج معي كل هذه أجور عظيمة يجب أن ننتبه إليها من أيضا الأمور التي تطيل في العمر قضاء حوائج الناس قضاء حوائج الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمشي في حاجة أخي لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من اعتكاف شهر أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا رجل يمشي مع أخيه في حاجته يقضيها له خير من اعتكاف شهر في المسجد ومعلوم أن الاعتكاف اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحدث الاعتكاف يكون فيه الصيام والقيام وقراءة القرآن والصلاة كل ذلك وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك من الأجور العظيمة التي يجب أن نحافظ عليها وأن نعتني بها كانت هذه بعض التغريدات التي عشنا فيها سويا التمسنا فيها كيف نبني بيتا كيف نبني أسرة كيف نبني مجتمعا آمنا فمعلوم أن الأسرة الآمنة تؤدي إلى مجتمع آمن لابد أن نبدأ البداية الصحيحة نبدأ من الإنسان نبدأ من الفرض يبنى هذا الفرض بناء عقديا بناء تربويا بناء إيمانيا حتى بناء صحيا فكريا هذا الفرض عندما يبنى بناء قويا سيبني بعد ذلك أسرة قوية آمنة مطمئنة تنجب لنا بعد ذلك أبناء بنفس هذه المؤهلات وهذه الأسرة مع هذه الأسرة مع هذه الأسرة ينبني المجتمع وهذا المجتمع مع هذا المجتمع مع هذا المجتمع تنبني الأمة فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العولى أن يفرج عن المسلمين في كل مكان وأن تبنى هذه الأسرة على طاعة الله عز وجل أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العولى أن يفرج عن المسلمين في كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على أبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان نتفيأ ظلا من عطف ننمو في دوح الإيمان أشبالا نغدو ورجالا بالخير نشيد البنيان بالخير نشيد البنيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر